لسا منكمل كلامنا مع دكتور محمود بهجة أستاذ المناع البيولوجيا الجزائية بالمركز القومي البحوث ومش بنتكلم عن كورونا اللي احنا متفاجئين منها لكن بنتكلم عن فئات خاصة كمان من كورونا دايماً بيبع عندنا السؤال تحديداً لما بنفقد ناس عزاز علينا لما نشوف حالات الدهورة بتتعب تدخل مستشفات وإحنا لسا بنتعامل مع كورونا بالطريقة الخفيفة الهزار اللي احنا شايفين انها حاجة عادية وسؤالي كان لدكتور محمود قبل الفاصل هل كان في حاجة ممكن تتعامل لأنه دايماً عندنا الإحساس بالتعصير ده ممكن تتعامل لإنقاذ مريض كورونا من تداعيات سريعة جداً وتدهور سريع للحالة ولو ما تعملتش فعلاً تخلينا نسقط الشخص ده هو أنا أول حاجة بقولها في الحاجات اللي كان ممكن تتعامل إن احنا from day zero ظهور أعراض هتعامل مع أي أعراض برد عادية على أنها كورونا إلى أن يثبت العكس وحتى ولو لم يثبت حتى لو لم يثبت العكس ولازم نحن نعرف أنه فيه بيحصل فيه sharp change أو تغير حاد في وقت ديق جداً وقليل جداً عكس بقية الفيروسات الرئوية فيجب التعامل معها بحيطة شديدة وهنا ما ينفعش الاجتهاد وما ينفعش الشجاعة الزائفة لا لا أنا شفت أنا شفت أمهات وحموات ويعني رحين يزوروا أولادهم لأن هم عايزين يتطمنوا عليهم لأنهم عندهم كورونا ويبركلهم ويقولوا لهم الحمد لله على السلامة دا لأ ما يفعش عدم المخلطة بكل معناه ومش عدم المخلطة أن أنا ما خلطش الناس في الشارع بس خلط ناس في بيتنا ومش لما يكون فيه واحد عنده أعراض في البيت صغير وأنا طبعاً بقول أن هو الأم صعبة تقوم يعني هي حدريك تقصد أنه عزل في كل الحياة أه فهي يعني لما يكون عندي الطفل جاي من مدرسة عنده أعراض فيروسية الجدة مش لازم تخش تطمن عيوة تديره حاجة دافية يشربها لأن دا بيعرض الجدة اللي هي فيه تقع في مجموعة سنية أكثر عرضة للإصابة وأن يحصل عندها أعراض ممرضة إلى كونسيكوانسيس قد يشفى الطفل بسهولة لكن تبقى الأعراض العنيفة على السن الأكبر وعايزة أكرر معلشي دكتور سويلي فيه حاجة كان ممكن تتعمل لإنقاذ مريض مثلاً من تدهور حالته خصوصاً أن حضرتك بتقول بتحصل بسرعة جداً أن يتعامل معه متخصص أن لا يتم الاجتهاد وأنا قلت من الأول إحنا النهاردة غير السنة اللي فاتت غير السنة اللي قابليها بروتوكولات علاجية كان فيها اجتهادات شديدة جداً اتغيرت إيه أكتر الخطايا اللي حضرتك شايف أنها حصلت السنة اللي فاتت في الاجتهادات إن فيه ناس كتير جداً سمحت لنفسها على السوشيال ميديا وعلى التيفي وعلى إنهم يتكلموا بألسنة متخصص أنا مش طبيق أمراض صدرية أنا بحالك بتقدميني على أستاذ مناعة وأمراض وبيولوجيا جزائية للفيروسات ده كفاية لأنه ده التخصص مش لازم أقدم نفسي أننا متخصص برون واستشاري الأمراض الصدرية بتاع أمراض الصدرية واستشاري الفيروسات بتاع فيروسات واستشاري المناعة بتاع مناعة ولما يتفعلوا التلاتة مع بعض يطلع نوع من أنواع البروتوكول العلاجي المتكامل لصالح مريض لكن لو حد مش بتاع الكلام ده يفضل في الوقت الحالي فليقول خيراً أو ليصمت بالضبط بس يعني ده يعني ده أول الخطايا أن الناس دي اجتهدت فيما لا تعلم آه ولأن الحقيقة كلنا كنا لا نعلم قبل ما الكورونا تحصل إزاي دي بتتعالج لكن هذا لا يعني أن أي حد يجتهد ويعمل أي حاجة أو يقول أي حاجة فأنا بقول ببساطة شديدة إحنا النهاردة أحسن من السنة اللي فات أحسن من السنة اللي بي وأرجو أننا النهاردة بنوجه رسالة لكل الناس يكفي كفا اجتهاد آه ويجب أن العلم هو اللي ياخد دوره